بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي إليكم بسم الله الرحمن الرحيم نزعل الله سبحانه وتعالى أنه يتغبى الشهدان الأخيار الميامين نزعل الله أنه يشفي جرحانا نزعل الله أنه عيد المفقودين ويصلح على الوطن المواطن كيف أحوالكم؟ عليكم طيبين عليكم زينين متى تدري بأني عاشق منسي وإني قد دخلت حصونك الرحباء في أمسي ولم أحفل بلغياك وكان الفزن في نفسي كيف أحوالكم؟ مرحب يا ملاك الحاير مرحب بالملاك الحاير تسقط بس لا شراكة فعلا لا مساومة لا تفاوض مرحب يا وليد محمد أحمد الطاهر إسماعيل حبابك هدهد سبع حبابك أحمد عمحمد عبد الله محمد أحمد حبابك تحياتي لك متفائل بالله ونعمة بالله ميسر المرضي حبابك فترة طويل عبد الله سلطان حبابك عبد المنع معوض حبابك الملاك الحاير حبابك هلا وغلا مرحب يا عمر أبا بكر عمر تحياتي لك عمر مروح أيمن القاضي محمد أحمد علي محمد عثمان أولا قبل ما عشان ما ننسى قبل شيء تحياتي للشباب الرائعين اللي كانوا موجودين في بلجيكا الناس كلها تابعتهم مشوا بلجيكا وقعدوا أمام البرلمان بتاع الاتحاد الأوروبي ووصلوا صوتهم ودي رجعنا لنفس النقطة الزمان نحن كنا محتجين لأن العالم كله يطلع رغم إيماننا بأن الناس الموجودين اللي هم أنتوني جوتيريس فولكار ديل ما بقدموا حاجة أنا بفتكر أنه ديل ذاتهم نحن نطلع ضدهم ديل ذاتهم نحن بعد ذا نضيق عليهم لأنه فيه إشكالية شير عشان يعرف الغير شير عشان نوصل صوتنا للغير شير الكلام اللي قالونا أنتوني جوتيريس والكلام اللي بيقول فيه فولكار دي بوريك أنه دمروا بها سوريا ذاتها ديلة الناس دمروا سوريا كان أنتوني جوتيريس ولا فولكار مشروع قديم مشروع بيوريك أنه هم ما يهتموا بالمواطن لا لا ده أفضل قل لك طريقة ولو ما عاجبك يبقى في نهاية تحصل مشاكل قالتنا صرحوا التصريح هذا كان أنتوني جوتيريس هذا بتاع الأمم المتحدة والصديق الشخصي الذي هو ديفيد بيزلي ديفيد بيزلي وأنتوني جوتيريس دي بيزلي بالعود بتاع أمريكا ليس في زمان الوريس يقول لك بالعود يا جماعة أنا شير لأن هذا الشير ده لسا بقيت عندنا مشكلة في الشير والناس ذاتها ملت والناس وكفت والناس نست الدماء بتاعت الشهداء والناس نست مطالب الصورة عشان كده بقى الواحد بعين كده ومستاء والحاجة الأكتر تخليك مستاء الكورة بتاعت المنتخب الغومي ده كلنا مرضنا والله أنا قعدت قريب لنص ساعة عشان أنا من الغضب بتاع الكورة طبعا نيزل فيكم تابع المنتخب السوداني وبتم إهانته قدام المنتخب المصري من الدقيقة الثانية حاجة محزنة طبعا وده لأنه التاريخ مكرر يا جماعة نحن دالين ننتصر ساي ريالة صدفة يعني نقعد صدفة عيوني شافت زي غنيتورد ديك طاني ما في صدفة العالم ده ماشي بيتكتيك بمدارس سنية بمدارس بتاعت مواهب العالم اختلف قصتنا كده يجي يمسك برهان العسكري عشان يجيب لك منتخب غومي يكون منتخب مؤسس يكون فيه بنية تحتية للمنتخب ذاته وبنية تحتية للناشين دي انتهد يا جماعة دي انتهد لسه عندكم تحلموا بأنه زي المنتخب الغومي ممكن يغلب المصريين أنا قبل عشرة سي كنت أبقل لي في جريدة قديمة واحد من الجرائد القديمة إنه المنتخب السوداني عنده لعبة مضمونة رغم إنه تعادل مع مصر واحد واحد لكن كان عنده لعبة مضمونة أنا وكيد قريت اللعبة المضمونة دي وسكيت عرف الفريق اللاعب معه المنتخب السوداني لقيته نيجيريا بالنسبة لنا كانت نيجيريا لعبة مضمونة جفا دامنين لنا المنتخب ده بخش ضربه ضحى وده حاجة طبيعية لكن الوضع اختلف يا جماعة الناس بيقات ماشية بالعولمة الناس بيقات ماشية بالتدريب أنا قدروا ما أقول لكم قدروا ما أوصف لكم يعني الواحد ما بيصور أنا الطفل عندي طفل يحسي في فرنسا هنا ده بودي مرات الميادين ثلاثة ميادين جاهزة واحد اثنين نجيلة اصطناعية واحد نجيلة طبيعية ده لي الطفل نجيلة هنا بيدنوا اللبس من الحكومة من الحكومة الميزانية بتاعت الرياضة دي لا يوجد لهم الدعم السريع لا يوجد لهم الغتلة عندهم ميزانية دي لأطفال أنا بتكلم معاكم عمرو عشر سنين دم هيئن له لبس وبعد بعد ما تعمل اللبس وتسجيل الودة تقوم ترسل خطاب للكاف اللي هو وزارة المالية بأنه أنا ولا بأتي سجلتهم بتجي قروش بتدو قروش بد عشان تسجيلهم تخيأ ما في نهيب ما في محاصصة ما في ما في موالا ما في ودى ودى الوزع وام لو ما وديته لو ما وديته مشكلة لو ما وديته سجلته في مواهب في كورة في شطرنج في بونغ في كده مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لك لأنك انت دار تعزل الطفل ده اجتماعيا ممكن تتحاشب عليها نحن الاطفال بتاعنا في الفترة دي بكونوا فتشلون في حاجة تانية بكونوا بيلة بكونوا بيلعبوا بالبداع دي نبلة بكونوا معزولين من المجتمع دي مشكلتنا كيف ننتصر على منتخب مصري والمنتخب المصري عنده المراحل السينية عنده المدارس بتاعت المواهب مدارس كبيرة بتاعت مواهب ناتجهزوا نفسهم نحن ياخذ أنا من ما ولدوني والشعب السوداني من ما ولدون بس حايم بشداد فات جمع التصم فات شداد جمع التصم فات ياخذ عنتر ابن شداد في ذلك وعدته 300 سنة عشان يكون معزولين الاتحاد السوداني دي بوريك انه نحن ما ممكن نتقدم يا جماعة والدولة دي ذات اللاعبة اللاعب دا الليل اللاعبة انتو زعلانين مننا وكلنا يعني أنا بالنسبة لي كان حقه يعدمون ما ألم اتألمت لكن ما ممكن تتطور رئيس دولتك رئيس دولتك خاتل رئيس دولتك ما بيعرف غير الجيش والحرب والموت الأولاد البلعب معهم ذاتهم الليلة قاعدين في الشوارع حسي حسي الليلة في المواكبة التنشيطية لأي نزول ما عارف المواكبة التنشيطية شغالة بالليل بتنشط في الخرطوم لليوم ستة لليوم ستة اللي يزغط النظام دا تزغط كامل ما بين جامل لأنه دي دا الفريق المواكبة الذول اللاعب دا المغيام البستروبي المليارات دا تخيل انه اللاعبة شايلة لهم خمسين ولا أربعين كيلو بتاعد 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 تنباق ماشي بيو في غطر دا الكلام دا كانوا بتحكوا بيو المصريين دا نحنا ما دارين نسيق لأنه هم في النهاية شعب بيقولوا السودانين دا بيجوا المنافسات والبطولات عشان الصور وعشان يشتري لهم حاجات إذا كان دار يشتري لهم اللاجا إذا كان دار يشتري لهم ملابس بيجوا نوع من الشو يعني ما بيجوا رغبة في البطولة ولا أملا في البطولة دا كلام بيقولوا المصريين بيقول لك يا أخي المنتخب السوداني دا يا أخي أصلا بيجي دا التعبانين يا عم دا الواحد مشلقي ياك وليا عم بيقول لك كده يعني بهينك عديل ليه لأنه فعلا ما عندهم الأمل ولا عندهم الطموح أكثر مما يفوت الهلال والمرخ وده حاجة محزنة حاجة محزنة وهم ذاتهم ما مؤهلين يعني الخبير اللي هو الخبير كان ظهر جابوا نسى الهلال جابوا قبل سنين طويلة جدا 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 اسمه ميرسلاف ميرسلاف دا خبير جابوا خبير قالوا بخطة تكتيكات بتاعت المباريات بيقول لك دا تلعبوا معهم ثلاثة أربعة أثنين دا تلعبوا معهم كده وقد جاءوا المباراة اللولا انضربوا المباراة ثانية انضربوا المباراة الثالثة الهلال انضرب طوال ما شل يا زول انت مجنون نحن جايبنا خبير دلونا يا ما عدتوا يبتوني خبير لفريغ جاهز الفريغ اللي أنا حسنا لا قادر تواصل معهم واحد بالمترجم ما قادر تواصل معهم واحد اثنين اللي يبدأ لذاتهم بيفتقدوا الاساسيات بتاعت الكورة ذاته انه ينزل الكورة بيوين انه يحافظ على الكورة كيف انه يحمي كورته ذاته كيف قال أنا جيت لقيت ناس بعلم فيهم الحاجات اللي بدوها في المدارس السينية يا جماعة التعليم اختلفت ما زي زمان شغلان ما لجالة شغلان تكنولوجيا شغلان تدرس عملية بتاعت تدريس عملية بتاعت عجيال الناس تعباني الناس بيشيلوا لون 50 كيلو طنباق عشان يبعو في غطر وعشان فعلا نتصور وعشان يجو راجعين الناس ذاتهم ما عندهم الحاجة فالناس أنا شخصيا والله قاعد عزر وفي حكومة برهان يتدارون دي ما حكومة برهان يا جماعة دي حكومة منه دي الحكومة بتاعت البرهان يعني انت متوقع انه بدل تكون للرياضة حيودوها للزخيرة حيكون للسلاح انت لو دعين لعبوا معهم يسوقوا ناس الدعم السريع دا معركة معركة ممكن يجيبوا لهم النتيجة لانه هذا غتل لكن لا يمكن لعبوا عن كورة ما ما شاربين ما عندهم ميزانية ذات مطلعين لهم لتنتج لك فضايح في أي دولة تسحب منتخبة طوالي المنتخبات مثل الصومال و سيوبيا تسحبوها لكي لا تجيب لك فضيحة لكي لا تفضحونا قدام العرب وقدام وهي حاجة طبيعية طيب اسمع الخبر أنا كنت بقرافية مبارح قبل ما نمشي لكي لا تتكلم عن البرهان والناس الزيد اللي يوعة الشهير برضو اشتباكات نارية بين الشرطة وغواط تضم نظاميين وحركات موقع على اتفاق سلام يتاجرون بالبنكو سمعت الكلام وغعت اشتباكات نارية مسلح بين غواط الشرطة وضبطت الشرطة كميات كبيرة من البنكو واصابت ثلاثة متهمين يصيب احدهم بالرصاص ولاحقت الغواء النظامية المتوردة في اتجارة المقدرات وغواط الشرطة ومستشفى الرباط الجامعي واشتباكات داخل الحاصمة الغومية البنكو يجلبوا باستلاح شغال أنا ماذا زي زمان قلت لك دائل يطور فينا بمجال ثاني مدارس سينية منتخبات الروابط الزمان وهم يطوروا فيك تجار مخدرات حركات مسلحة شايرين قلوشون ويبيعون في البنكو هذا البلد المشا لهم يحس يوريك وقتل الجوال العاصمة ورصاص فيه بعض حركات المسلحة يجلبون بسلاح يعني أنت مستكرا أن يشتغل ما ما يجلبون الجوالعاصمة الغومية وشايفين الناس لزيز وشايفين الشباب باستمتعين في المنتزهات وشايفين البنات بتاعنا الإحفاد وشايفين الناس البركب وعربات يعني يتدار منهم ما هم يجبون يشتغلون بنكو يجبون تزع طويلة ينهب يقتل يغتصب يجبون يسلاح يجبون 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 حادثة مشهورة من الدعم السريع عطفال عينه في بيت ومن طابق لي طابق بين عمارة وبين عمارة بعينه طلع الرشاة فك فيه الرصاص يعني 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 بعينه مرت وعينه كده فدي حاجة بتوريك انه حاجة محزنة ده مستقبل البلد في ظل الزل وانا كنت قائل عمر البشير كذاب والله انا كنت قائل عمر البشير كذاب واخصم بالله العظيم واخصم بالله العظيم البرهان يقاعد عمر البشير ويدي لك مئة درس يعلمه مسيلم ذاته ومستيلم ذاته محتاج انه يأتي قدام البرهان عشان يأخذ له دروس يعني كان كان خط يدونه في رأسه عديد كان خط يدونه في رأسه من الرجل الكاذب المنافق الاسم البرهان وطبعا تلفزيون الحدث والناس التابعة اللغابة البرهان في العربية وليل الحدث يعني مريك ان البرهان كذاب ومنافق هذا حقيقة قبل ما نمش لوجه الكذاب كلهم كذابين وكلهم منافقين البرهان وما هو وقت يزال المزئولية عن منه المزئولية بتاعت القتل بتاعت الغتل بتاعت الصوار اللي يقول لك عند الغضاء الغضاء بتاعت الغضاء يقعد ثلاثة سنين الغاتل انت ما هو بتاع الحدث والعارف الكاتل منه وعارفين اننا كلنا المزئولية بتاعت الزول البت المنو ما حس الليلة ووجه صالح ما قد رجوله لفة ومروح عشان وريكن انه زول جبان وزول كذاب وزول منافق ولجنة ازالة التمكين والمجموعة بتاعت الغحات هم الأسوأ من العساكر لأنه أجبا من العساكر الليلة دي اي زول حضرا لغادة يا زول الزول بذال غزء معين عن حميتي البيهرب الدهب ما حميتي الزول البكتول ما البرهان المزئولية دي ما مزئولة البرهان الزول الكتل دم ما ما كتل بس ما هم ما كتلوا اتنين واربعين يا وجي صالح غواطة نظامية داخل الدولة عديل دي غواطة نظامية ما جاءبوا لك ناس تانين لابسين لبس مختلف من الشعب السوداني ولا جاءبوا لك وحدين ملايكة ولا جاءبوا لك شياطين هم ذاتهم هم ذاتهم هم ذاتهم اللي هو العساكر الدعم السريع والمليشيات متاعته والجيش السوداني انتم بتلفوا في كده اللي بتلفلفوا التدوروا عشان كين قلت لك يا جماعة المشكلة بتاعتنا في الغوة السياسية زي المشكلة بتاعتنا مع العساكر العساكر قلت لك غتلة لكن دل خوانة خوانة وهو حسي بلمعه فيون بلمعه لك زي خالد سيلي وزي ودي صالح الليلة اي ذو الحضر ودي صالح بعرف انه هو برجف حتى الكلمات ذاتها ما قادر خايف وجبان جبان عديل كده عشا كده الليلة أحمد طهدة بدل هو يكون ودي صامولة الليلة فارتقوا لك صامولة صامولة أحمد طهدة كان كلامه واضح يزول البيهرب تذهب منه انت ما عارفين البيهرب تذهب حماتي المهابط ما كنت تتكلم عن المهابط المهابط الذي يعمل فيها حماتي الفاغنر الغوات الروسية التي تهرب في البلد ما ناس معروفين اي يزول عارف انه البيهرب تذهب حماتي تلف وتدور في شنو خايف منه كيف تكون قيادة كيف تغيط رقب شباب يقدموا أرواحهم يعني الشعب البيكوري يوضح لك الناس المزئولية مزئولية تحميتي في السرقة المزئولية تحميتي في الغتلة المزئولية تحميتي والبرهان سوى اصلا اي مزئولية بعد الانقلاب تكون ماشية عليهم بالأسماء البرهان وحميتي وكباش والمجلس العسكري ينفوه يدور عشان وليكن قحات جبن وكذابين واخصم بالله أجبى الناس وده حقيقة وانا اختنعت بانه النازل فعلا جهاز أمن النازل كلهم تابعين لجهاز الأمن وواجد صالح تابع لجهاز الأمن واخصم بالله لأن المحام كان بتاع صلاح قوش ثلاثة قضايا لما شكيت هو المحام صلاح قوش مكان فاسب مكان مختصب مكان قاتل لماذا جابته في الأسماء بتاعه لماذا جابت أسامة داود لماذا جابته لماذا جابت جمال الوالي خال 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 سيلك لماذا جابته لماذا كتبوا خال السيلك إذا كان ينمسوا ناس لجنة إزالة التمكيل لنسان بيتكلم عن الغحات الغزيرين دال الغحات غزيرين دال باعوا دماء الشهداء وحس هم يحلمون بأنه يجوا راجعين تاني أحسن احترموا نفسهم أحسن احترموا نفسهم عشان الناس تحترموا الآن اللغة بتاعه دائما تتفنته ليه؟ والله تضحك وتتأكد أنه فعلا الناس ذلك كانوا سايقين الناس بالخلق الناس غازرين والعساكن غازرين لكن استغلوا الغزارة بتاعت الناس ذلك لماذا قال له كتاين؟ لماذا قال تهريب كتاين؟ لماذا قال له كتاين؟ لماذا قال له كتاين؟ لماذا تكلم عنه كتاين؟ لماذا تكلم عنه وداد؟ لماذا صلاح من الناس تظار في عديل الجهارة قال عنه وداده أطلق صراحة البرهان وحميدته؟ لماذا قال؟ لماذا قال هو الكام بعيغ العدالة؟ بصورة واضحة؟ كلهم غازرين وكلهم كذابين وكلهم منافغين لماذا تكلم عنه بسؤال؟ لماذا تكلم عن الوسيقى ذات الوسيقى ما عندهم حاجة لأننا نقول لنا جماعة النازل ما عندهم حاجة ما كان يقولوا يا أخنا وزارة الداخلية ما تابع علينا الدفاع كان تابع لنا المشكلة في الوسيقى قديمة ذاتها لماذا تكلم عن الوسيقى النازل الكذابين ونازل منافغين ومخدعوا في الشعب السودان وهم ذاتهم لأنه سرقوا الصورة من الشباب العماج الدين والشباب الدين يا جماعة ماشيين وحسي من هنا ده أنا أدعو كل التنسيقيات كلها تبدأ جاهز نفسها في تنسيقيات بدأت عديل تحصر الناس وتطلع الناس النظيفة من الوسخانة أي تنسيقية أي تنسيقية في السودان بعد تجاهز نفسها وأي لجنة تجاهز نفسها وتجاهز كشوفاتها عشان الدور الجاي عشان وكتجي وكتجي الطامة الكبرى وكتجي انقلب النظام الغزر ده يكونوا جاهزين بأسماؤهم وبالرشحين كل التنسيقية دي بلد دي إذا ما نحنا قد تنلا أساسا نازل لهم الغحاتة دي والله ما يقدموا حاجة هم مضامنين إنه لو النظام ده سقط ما ما في بديل غيره انت قال ده انت قال ده المشكلتهم شنو شاعرين بأنه أولا الشباب ده ما متوحدين ما عندهم حاجة بتجمعهم مع بعض ما عندهم حاجة بتجمعهم مع بعض شوف الكلام ده عشان كده هم مضامنين بأنه أول ما الشعب السوداني يطلع ويقدم أرواحه هم بيجوا جارين وجه صالح أبراهيم الشيخ ما سألوهم من أمواله ذات أجاب أمن وين أبراهيم الشيخ بعيد من النازل ما وجه صالح وصلاح كلهم حق وجهه هم كلهم ده ما كانوا بمثلوا الثورة ده ذاته ما كانوا بمثلوا الثورة ده الأحزاب دي سبب المشاكل بتاعتنا نحنا مما بدأ سودان طواليا مشاكلنا الأحزاب كل شعب السوداني ويموت الناس يأتي الأحزاب يضيعوا الثورة ليس هناك دولة بدون أحزاب لكن هذه ليس أحزاب أنا صح معك أنا ليس هناك دولة بدون أحزاب لكن هذه ليس أحزاب هذه العصابة هذه المجموعة بتاعتنا الحرامية وجبناء الحاجة يقولها عديل جبناء حتى الحج ما يمكنه يقوله وكذا دائما البرهان يقول هناك طرف ثالث حسنا ما قلت البرهان يقول في طرف ثالث مين يا أخي؟ الطرف الثالث دائما أنت مزئولتك أنت تقول الطرف ثالث يجبها لينا طوالي إذا انت تقدم إستغالتك مثل هذا البرهان إنه الناس المات وضعهم إنه مزئولتك إذا لم تقدر تقبض الناس الكتله يقوم إستغالتك أن تتشغيل لك أنت تكون الأقوى في المنظومة الأمنية في الدولة انت محسي مستلمة دولة دي باسمك البرهان ولا حمادتي طالما انت فشلت في انك تعتغل الزولة البيكتول ده قدم نفسك طوالي قدم استغالتك وبقامارك ما انت فشلت في مهمتك محسي الغحات دي الفاتر واول مرة الفاتر تلكتل ده قلتم شاركين معانا معظيم معانا اللي هو في فضل الاعتصام ونحن ما استبعدناه طبعا لأنه هم غازرين لكن حسي دي هم الغحات في السجن الكتل منه الكتل منه دي مزئوليتك اتا ما هو كنت تقول ليه الطرف الثالث اتا فشلت بانك تجيب الطرف الثالث المرة الفاتت والدور ده برضو فشلت ابقى مالك اتطلب الله وحقه تساءل على انك اتا الطرف الثالث لانك اتا الطرف الثالث بالله المزيع بتاع الحدث ده يعني برضو زي البرهان كذاب وعشان اكد لك الكلام ده هو عارف الكتل منه كان حقه يوجه له سؤال ياخي انت مزئول انت مزئول من داخل من اي زول بيموت انت انا انت في النهاية اللي هو اللي انقلبت والغايدة العام بتاع القوات الشعب المسلحة وعملت نفسك رئيس مجلس السيادة واجبت معاك اتناشر ولا تلتاشر كوز اي انت لك زي خمسة ستة كيزان ابقى مزئوليتك اتا ابقى انت اللي هو انا وقتك يزالوني والله البرهان المزئول من الكلام ده البرهان ده مزئول لغاية ما يجيب الزول اللي يعترف بغرب الجريمة دي ولا الزول المدان لانه ده مهمته وده مزئوليته بتهربوا جبنة ما قادرين يكون واضحين وهم عارفين الكلام ده عشان كده ناس البرهان بيقول له في هدبهم وبيضحكوا حتى ناس البرهان ذاته بقول لك نحن بيمفتش في زول الكتل بالله ما لانه لقين الطير دي ما لانه لا يوجد زول بيقول لهم عديش جهارا نهارا ما هم الكتلوا هو الشعب السوداني مغيب يدارة بعد تاني لجنة تحتفضي اعتصام ما ده كلام واضح يعني انت عملوا المرة الاولى مررت عليهم وقبلت ومشاركتون وبيعتوا الدم بيعتوا كل الدم حسن ذا المرة التانية برضو بتتزاوغوا يا اخي ربنا يحفظ وجدي زول جابان وجدي مرغاني اسماء كثيرة طبعا والناس النازل وحدين يجي يقول لك ليه طالما هم معهم كده انقلبوا ليه انقلبوا لانه غيرون ذاته لانه شعروا بينه الحاجة لقدون لانه دي زاتة كثيرة كان بيقول وزارة الصحة ولا التعليم انقلبوا لانه شايفين بانه زول دي الهوان ما بيستاهلوا الكلام ده واحدين يقول لك طيب ليه انقلبوا عليهم انقلبوا عليهم لانه دارين يجيبوا بدلهم ما عمر البشير كان بينقلب طيب لانه عمر البشير كان كل مرة بينقلبوا وبغير لان الناس الدار يريد في الكلام ده واحد يقول لك طيب ليه انقلبوا عليهم طيب ما انقلبوا عليهم لانه شعروا بينه لانه شعروا بينه لانه شعروا بينه لانه شعروا بينه ممكن يجيبوا غيرهم يجيبوا ناصر حركاته المسلحة شوية يجيبوا ناصر دكتور جبريل شوية يغيروا فيها يجيبوا الأقرب لهم ذاته لكن يعني ما أخوف منهم والذول الخايفين ينقلب عليك ينقلب عليك جهارا نهارا وينقلب عليك لأنك كنت هوان لأنك كنت ما حققت العدالة سنتين لأنك كنت عارف الكتل منه أي واحد فيكو نعارف الكتل منه وين يزول فيكو نعارف الفضل الاعتصام منه لكن بتلفوا وتدوروا قال السينك يلفوا وتدوروا واحد من السوقات المؤتمر السوداني وناس المؤتمر السوداني الكي زان دين جزء من الكي زان والجهاز الأمن وطبعا أكثر الناس هم بالتلح لنا هم دين أولاد صلاحكوس كلهم كلهم أولاد صلاحكوس مؤتمر السوداني الدقير أخوه عمر الدقير كان يوجه خالي السلك معه طوالي خالي جمال الوالي وأبو ذاته عمر يوسف كوز معروف فأبوه ذاته نجدكم لا عديل كده عشان الواحد ما يمشي بعيد كلهم كيزان المؤتمر السوداني ذاته سوى الكيزان يجي يقول لك يا اخي لا واي كوز ما ندوسوا دوس القالة منه ما قال خالي ستلك ده ما قال ما اي كوز ما ندوسوا دوسوا خالي ستلك ده من نقص الاعتصام ما الاعتصام بتاع الغيادة وهم قالوا لون يا اخي نحن ما دارين تفوض منكم او دارين نعرف انكم مسكين الشغل ده الشباب الشباب المغيبين والناس البسطة حاصروا الغيادة العامة جروا خالي ستلك والاصام كسروا الانقلاب ده وقسموا الانقلاب ده وانكشف الانقلاب وبسبب انهم فضلوا الاعتصام بسبب خالي ستلك جزعته والاشاعات التي تطلع ضد توريك مما خالي ستلك يا داخل بيوين بمطار الخرطوم المشكلة الجابة على دخل اعلامي شغل بتاع جهاز امن جو غشونة تلفونات ناس الامن ياخذ الزلده دقوا الزلده كتلوا في النهاية طلع كذاب ساي ومنافق وطلع قال ما دقوني وبالعكس جاجد دامه في البقابة اللي بتهرب من ال الازئلة تهرب انتم ما شفتم بتهربوا كان وجدي صالح ولا خالص تلك بتهرب من الازئلة بصورة تخجلك تخجل والله العظيم وخصم بالله العظيم النازل فعلا غزرين وبايعين الدم كلهم يا اخي انتم ما عارفين البكتل منه البكتل الحميتي والبرهان والكباشي وياسير العطا ده ما المجلس الامني ده ما قاعد يكتل بتلفو وتدورو في شنو خايفين من شنو من الموت الموت قدموا ارواحهم الاولادين شباب عمرهم 13 سنة و14 سنة قدموا ارواحهم كده فتحوا سدورهم اولاد كورا كفينوس الخرطون بينه الغاتل البرهان وحميتي وكباشي انتم خايفين منها خايفين من السجن ده ما خافوا من الموت انتم خايفين من السجن طيب انت كيف تبقى غايد يا اخي انت ممتشبهوا الغادة انتم ممتشبهوا الغادة انتم تحترموا نفسكم وقعدوا في بيوتكم والمتاجر السياسي اللي بيعمل فيها خادت الصورة بتاعت الودا المربي خادت ثلاثة الصورة امشي شوفا طبعا الودا قال مربي هو قال كده اللي هو وجي صالح خادت له صورة بتاعت شهيد نزال الله سبحانه وتعالى انه يتغبله وشهيد راكز اللي هو هو ما ولده طبعا طلعوا يشاعبين ولد لما ولده وقالهم ربي خادت صور متاجر السياسية خادت ثلاثة صور انتم كنتوا مسكين لجنة ازالة التمكين قبضتوا المظاهرين ولا ما قبضتوا الناس كلها عارفة لجنة ازالة التمكين ما قبضت المظاهرين ما كانت ضدنا ما قبضوا الناس في الخرطوم وصلاح منع شافوا صلاح منع وشافوا وجدي بيقبضوا فونه يجيبون بزينوه في دار لجنة ازالة التمكين ذاتها حاجة محزنة يا اخي حاجة محزنة وده خلاص نسيت الموضوع ده موضوع 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 قوتيري زي يا معا موضوع حمدوك والله يا معا حمدوك ده حمدوك ده طبعا ما قلت لك انه عميل خاري باب جايل النازيل النازيل هم الشغالين مع قوتيريز وفولكر ودي الحصلت قلت لكم في سوريا امشي اقولوا الكلام اللي قالوا اسمه فولكر سوريا ده دمرت بسبب فولكر ده زعته وقال نحنا اخطأنا في تغييمنا للامور انا قريت جزء من كتابه نحنا اخطأنا هو بتكلم عنه ونزعت وكومه من المتحدة اخطأت في تقدير الامور حسي شغالين في خطأ في تقدير الامور دارين يجبر ونقبل المعتوها اللي اسمه بورهان ده والمعتوها الثاني اللي اسمه حمدتي البهدد الاتحاد الاوروبي خيال انه زيداء حقوا يدعاغب بعد حقوا ناس الاتحاد الاوروبي يصدروا غرار ما هي الاتحاد الاوروبي زاهرة بانها ضالعة زاتها والكلام ده انا كنت الليلة بتمنى كنت اخواننا الصوار اللي هما ماشوا بوركسي اللي كان قدعم الاتحاد الاوروبي كنت بتمنى انه يطلعوا يا افتاد زيدي بانه الاتحاد الاوروبي زاته متورط مع واحد غاتل اسمه حمدتي كان حقه تصهر الافتاد الافتاد واضحة لكن الكلام ده والصراع الحسي مدور في غرب السودان ده بوريك انه طبعا حمدتي برضو ضالع فيه وهذه مشكلة يعني بين البرهان وحمدتي محمد عيسى عليوا المسكوا قبل ايام مني الكومناوي ادعوا بالانابة مسكوا حاكم يغليم دارفور بالانابة اللي هو من قريب حمدتي ومجل الشورى الرزيقات ومجل الشورى المؤتمر الوطني ده في الصحيفة بتاعت الصيحة قال الدعم السريع هبة الهية هبة الهية الدعم السريع تخيل انه ديل الناس الجبتون حسين ديل الناس الجبتون محمد عيسى عليوا مؤتمر وطني زيه زي الحس القاضي عبدالعزيز عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين قاضي مؤتمر وطني زي سلمة عبدالجبار اخوات نسيبة اخوات نسيبة وده كمان من الاصل الليلة مجتمعها بتتكلم عن الزراعة جابوا الكيزان كلهم رجعون ويجي يقول لك يا اخي كلام ده ما انقلابي وحقوا يقولوا يا اخي البرهان ده كوس الشغل ده شغل بتاع كيزان وده ده نظام بتاع كيزان اعادوا الكيزان اعادوا بالاسماء حقه زي وجدي صالح ده او وجدي يوضح له بالاسماء سلمة عبدالجبار دي كوسا ذكري والزاكرين كانت تابعة للذكري والزاكرين لماذا قال الكلام له؟ لماذا قال يا اخي البرهان ذاته نحنا اكتشفنا انه كان معتمد بتاع نيرتتي لماذا قال حميتي الحقه يتحاسب حميتي ده نازل خليت الناس ديقول لا انا بخلي حميتي اموال الارتزاق المخدرات التهريب الدهب الغتل السحب حميتي ما جبتوا في لجنة ازالة التمكين ليه ولا جبتوا ولا حسبتوا ليه ما هو عدم لانكم ما حسبتوا دل بيحصل لنا يتقل ليه لانهما ما حسبوا اصلا لو كان حسبوا كان الوضع تغير لو كان حسبوا الناس زين ولو كان عصروا زي حميتي ده وقعدوا في علموا بالتجارة بتاعته بس بالفساد بتاعه كان الوضع تغير ما حسبوا الناس زين لو كان حسبوا المجموعة بتاعت الكيزان ديل ذاتهم ما كان ينقلبوا عليه ما كان ينقلبوا عليك اللي لدي الناس المنقلبين كلهم اذا كان الناس ناس ودي مرغن الماء يبتون اذا كان الناس وسامة داود لو قبطون ويبتون اخصم بالله العظيمة الوضع كان يتغير لكن لانكم ما حسبتوا الناس لانكم اشتغلتوا الشغل الانتغائي تختاروا في الناس اختيار اللي بيقولوا لك منه برهان اللي بيقولوا لك حميتي اللي بيقولوا لك ابراهيم جابر ما حسبتوا الناس بصورة واضحة لفيتوا من القضية الاصلية لفيتوا من مطالبة الصورة نسيتوا هيكلت الغوات النظامية نسيتوا دمج الدعم السريع ده وبقيتوا تطبلوا للدعم السريع والدعم السريع غوات نظامية وهي من الحاربة التمرد التمرد منهم وذلك الناس كانت تمرد منهم كذلك حارتموا ويجمسوا كل بلد لم يقالوا تقصالوا ابرائهم الشيخ لم يقالوا عن دعم السريع القوات النظامية عدم السريع قوات السحل وغتل الشعب السوداني كذلك كلهم كذانو والأولاد كذان لن يأتون للشعب السوداني مأتون من أولاد الكذان يأتي لكم مدني عباس مدني كان وزير داخلية في حكومة انتغالية يجيب لك خالد عمر لأنه خالد جمال الوالي وابوه كوس يجيب لك النازل يجيب لك أبراهيم الشيخ رأس مالي وتطفل في الفترة الحكومة بتاعت الكيزان وغنى في فترة الكيزان دل كيف يكونوا موجودين في الثورة زادة دل الجامل للثورة صلاح مناء واحد من أولاد الكيزان يتربى معاهم وكان شغال مع ناس الخوات كلهم كيزان لماذا جابوا الاسم بتاع بتاع زين ناس تارك سر الختم ناس الفاتع عروة الرأس مالي النمط لماذا جابوا لأنها جزء منهم هم ذاتهم هم ذاتهم جزء منهم الثورة دي عندها أبناء والثورة دي عندها سوارة والثورة دي عندها كندكاتا وهم البيجوا بيجوا يحكموا والناس الخوانة دي شغالين فيهم تلميع ما حيتلمعوا تاني تاني ما حيتلمعوا والحاجة اللي بيعملوا فيها ناس حميرتين احنا علينا نضيق على حميرتين أنا معاك في أنه الجانب العسكري دي هو المستحوز على الدولة والجانب العسكري دي اللي حيدمر الدولة الليلة الهزيمة دي بتاع مصر دي والله جانب العسكري دي داخل فيها مش بعيد وما عنده صلب الكورة وكذا والله داخل فيها لأنه أضغط المدنية ولأنه أضغط العدالة اللاعب ذاته اللاعب دا لاعب يا أخي لاعب كولا يكون يفكر في بلده يفكر أنه يرجع السودان والتهربة والقاضعة والمواصلات المافي يعني أنت ذاتك اللاعب ده زي الموضوع بتاع بتاع الناس اللي بتفتكر أنه نقول الوسيقى الأخيرة المضاها حمدوك مع المجلس العادة كالي طبعا في ناس بتفتكر أنه حمدوك ما خائن طبعا أنا بقوم ماشيهم في الموضوع أنه حمدوك ما خائن وحمدوك ده شعر بأنه داري حقن الدماء لكن هل جوتيريزا ولا فولكر ده ما عارفين أنه حمدوك ده قاعد في اللغامة الجبرية إذا افترضنا أنه فعلا من قلب وإذا افترضنا أنه حمدوك ده ذو الكويس فكيف يقبلوا بواسيغة زي دي ذو يطلعوا من السجل عشان يمضوا بواسيغة زي دي ويجوا يقول لك ناس جوتيريز عشان أريك أنه بلد ماشي بالعمال والارتزاق في ذات البلد ماشي بالعمال والارتزاق يطلعوا من السجل عشان يمضى عشان يمضى طيب يا جوتيريز كيف تكون اتفاخية ما مجبور أنه حسين ده انقلاب وطلعوا وجابوا من الانقلاب وخدتوا وذول ده نزيه وما منقلب معهم طيب كيف ترضى بأنه قاعد في اللغامة الجبرية ولا جاي من السجل يمضلك وسيغة زي دي تسقط بس العالم يا جماعة واقف ضدنا أقول لك أن العالم واقف ضد الصورة دي لأنه مصالح الأمريكان ما مع الصورة مصالح الأمريكان مع العساكر ومع الزولة المعتوها اللي اسم حمدوك ده ده المصالح الأمريكان الاتحاد الأوروبي ده مصالحه مع حماية كان بيمول حماية بيموله عشان شنو؟ عشان يغمع التدفق بتاع اللاجئين رغم أنه الوسيغة والمادة بتاعة الأمم المتحدة وسيغة الأمم المتحدة اللي هي معمولة في 1951 عدم عدم طرد اللاجئ أو إعادته للدولة التي اضطر إلى مغادرتها غانون غانون هما لسا غانين بهم بسبب حاجتين هما الحريات خوف على الحياة وحريات يعني دايما غوانين اللاجئين دي الاتنين يا الحريات يا خوف على حياتهم والاتنين بسبب الكلام ده هما ذاتهم مقاعدين حماية في الصحراء بيقبض الناس في الصحراء يا دفل يا طلب فدية ابتزاز حماية ابتزازات مغواطنين تبتز المواطنين وتقتلهم وتنهبهم ويرسلوا لأهلهم البلد غير إنها تزغط المنظومة دي ما نعبها والبلد تاني مي وكيزان والبلد دي لأحزاب ما بتحكمه إلا بانتخابات دي حقيقة والله وده الصح دي ناس بتاع التكنغراض مستغلين ولا تجي اللجان كلها اللجان دي تبدأ تأسسها فيسر دي الفترة الوحيدة اللي هي يوم ستة حيكون عندنا طلعة يوم اتناشر يوم تلاتاشر يوم تزعتاشر يوم خمسة وعشرين دي حتكون طلعات متواصلة الطلعات دي تزغط النظام ده وتكون النظام المدني البنح لمباو تيجي من اللجان بتاعت المغاومات ايجي من التنسيغيات دي يقوموا يرشعون كلهم عشان يجي يغيروا الوضع ده لكن الحكومة دي أصلا ما بتمشي وحمدوق ده فاشل فاشل والجوع والعطش والفقد والموت في الشوالح هيكون بسبب الغتل دي ما هيقيفوا دي عملوا قلت لك في غرب السودان ونزأل الله سبحانه وتعالى انه يعوض ناس غرب السودان لانه هم كانوا منتظرين بعد الثورة دي يحصل تغيير لكن هم ذات أولاد باعون كما كانوا بيبيعون سابقا زي ما كانوا بيبيعون سابقا الإسرائيل قالوا المدنيين كانوا التطبيع طيب ما هو دي واحدة من الحاجة اللي حقه يزأل بنا برهان هو بتكلم عن العمالة وقال يا أخي البرهان لا يتهم أحدا بالأجندة الخارجية ولكننا نرى بعيوننا طيب ترى بعيونك ما تقبط عشان أوريك هو ذاته البرهان ذاته حربي بالوكالة تطبيع مع إسرائيل براه مسافر مش قابل نتنياهو خيان عظمة حلس بالغسم تزوير تلاعب بالدستور هو ذاته البرهان ذاته لأنه ما في ذلك يحترم الدستور وطبعا حسي يا جماعة الكلام ده كله بلعب بحاجز الزمن حسي لو لاحظت البيجة ديلا اللي ما دي ما تشوف كده ما قالوا مدوها 15 يوم معقولة أنت وزارت الدفاع تبدو تأمد المهلة بتاعاته اللي هو البيجة اللي هو ناس تيريك ده لعب بالزمن لأنه خلاص موضوع يتحلى طبعا هو ذاته تيريك حيكون عنده مشاكل اسمع الكلام ده يوم ستة يا جماعة الطلعة الطلعة يوم ستة والناس تكتبها ستة ستة جاي ستة ديسمبر اليوم الأول ستة ديسمبر يوم 12 يوم 13 شوف الكلام الجاي طبعا البيجة عنده مشكلة في المسار بتاع الشرك بتاع الشرك المسار ده الكلام المهم وتيريك طبعا عارف بينه يعني ساق النازل لغاية المرحلة بتاعتينه كان الشغل كله بس يضغطوا الحكومة ويسقطوها بتاعت حمدوك لأنه هم بيحلموا بحاجة أكبر منها وقت تجي يسقطوها ما معناه تمام التفقيم معاك معناه إنه شعروا بينك إنت الحاجة الماخدة دي ما عندها غيمة دالين شيء أكبر منها شعروا بينك إنت ما عندك وجود هذه الكثيرة عليك عشان كده قلبوا عليك هم دائرين كلها ما حسنا أنا لو جيت لدكان قال لك ياخد دكان ده أحسن نجيب لك فيه شريك ولا يكون حقك بس سؤال سألتك لو ياخد أسمع كلامي الدكان ده نجيب له كله ولا دائرين شريك تبقى أنت زون غبي أحسن يبقى كله حقك حسنا المجلس العسكري دائره كله عشان كده شعروا من بره أحسن يكون ماسكوا كله ويجيب الناس الدائرون الناس الذين يسمعوا كلامه الناس الذين يكتلون كله هناك آية معاكسنك لكن ما في كل شيء ما معاكسنك في الأساسيات ما جابوك قدام المحاكم ما طالبوا بينك أنت متهم بفضل الاعتصام أنت مزئول من فضل الاعتصام ما أنت متهم أنت المزئول منه فضل الاعتصام ده ما يجبه فيه عساكر ولا يجبه فيه يجبه فيه البرهان ويجبه فيه المجلس العسكري ويتحاكم وتحاسب ما تغش الشعب السوداني الكلام لا يستطيعون يقولوا كل الغحات اللي أنا خايفين وعارفين لأنه عنده أمل يرجع شفتها خالصي لك ووجدي كلامنا النيدة ليه؟ لأنه دارين يرجعوا بحلمة ثانية القلوم فرقة عنده نوعود بأنه يقدر أصبر قليلا بندخلك بنلقلك فرقة بنجيبك في المجلس التشريعي لأنه عنده نوعود بأنه يقدر باركة سهلة سهلة بعد يومين ثلاثة سنجيبك لذلك هم دائما رخيصين القحاطة رخيصين والله كلام هذا بوريك لو قعدت تحضره هتعرف أنه نزل ما قادرين يوجه اتهام له لأنه عنده نوعود ثانية عنده محاصصة ثانية يا أخي يخدت قالت ضيع البلد دمنه ما هم ذاتهم القحاطة أخذت الوسيقى تحتفظت بها لم تحترمت أنه لا يوجد حكومة مستغلين لم تحتفظت محاصصة أو لم تحتفظت الغحاتة لم يكن تحتفظت مستغلين لم تحتفظت خالد سلي لم تحتفظت مدني عباس مدني لم تحتفظت كلهم ثم السلطة التشريعية فهجأة كده حولوا من السلطة التشريعية ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ ماذا يقولون سلطة ماذا؟ تنفيذية اللي كانوا بشرعوا لإعلان الحرية والتغيير كشريك في الدولة بعد ذلك حولوا من شريك من تشريعي لتنفيذي لجنة إزالة التمكين تشريعي وتنفيذي وغضائي ثلاثة ثلاثة سلطات ده كلام ما بينفعزات وكلام بيوريك قبل يعني تجيبت لك ذلك بليد موظف إيادوبك بليد لو وريته الكلام ده بيتحك فيك كيف تكون سلطة تشريعية تشرعين للغوانين عشان تحاسب ناس وتكون سلطة تنفيذية تمسك الولاك كله وتفنده وتطلع الزول المجرم وتكون سلطة غضائية تود الناس تحاكمون أو تقعد معهم تحاكمون اللي هو فقه التحلل تنزع للناس بيوتها ده ما غضائي انت مماخد سلطة غضائية هنا إذن في النهاية الناس الغحاتة هم فعلا الناس غزرين ويستهلوا الكلام ده لكن الغحاتة ده وقد نحن نتكلم عنهم ما عندنا وصلة بالثورة ما عندنا مقضية بالثورة الغحاتة ده يرجعوا يقعدوا في المفوضية لغاية ما تتكون المفوضية السياسية ومفوضية الانتخابات زي ما نحن دائلين العساتر ده يرجعوا سكناتهم ويقعدوا يحموا الدستور ويحموا المواطن ويحموا الأرض والعرق زي ما نحن نطالب الإدارات الأهلية بأنها ترجع تساعد المواطنين والخدمات والسيرفيز بتاع الأحياء وبتاع المناطق ده وتقدم له خدمات عبر المحليات زي ما نحن نطالب الإدارات الأهلية أو الطرغة الصوفية بأنها تقعد في السجادة بتاعتها وتعلم الناس وتنشر الدين الإسلامي منهم يفهون إدارات الأهلية أول ما تقدم بالسياسة أول ما تجمع بين سلطة عسكرية أو سلطة سياسية ضدكتورية أول ما تجمع بين سلطة تشريعية والسلطة تنفيذية ضدكتورية قال لي الناس واضحة دعوة يا زلوك أنا داعي من لحس قال لي ما تدعوك يا جماعة شير شير عشان ندعي شير الناس السبعمية يشيروا ثاني عليكم الله يشيروا عشان الدعوة بعدها الدعوة دي أنا بكتل أنا شايل بندقية واحد يقول لك ما تدعي عشان الناس اللي بيموت والبكتلهم منه البيتول الناس زي منه أنا قاعد أكتلون أنا دا الناس اللي بيطلعوا يقولوا حرية وسلامة عدالة بتكتلون لماذا إنتما تزعل الزولة لبكتلون أنا بدعوا أنا بدعوا زي ما قال ربنا ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار أو عاكون تركنوا للظلم أو عاكون تركنوا له أو عاكون تكيفوا بعيد منه أي ظلم دا ظلم دا قهر دا استبداد دا احتلال دا ظلم جماعة يوم 6 جماعة المتاريس نحن بنقول لك ستشوفوا ستشوفوا البلد دي لو ما اترست لو ما اتقلعت من الغتل دي والله ما تتقدم لا كونة تتقدم لا قدر حسل بقول لك كارين 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 تنزف دي أنا حسل كنت خاتلها بجنب ودي واحد من الحاجات اللي بورك الحاجات التي تحدث тебе ما سيقف مع سكرات الدعم السريع مع سكر الجيلي مع سكر فتاشا مع سكر طيبة الحسناب مع سكر المعاقيل مع سكر الجريف مع سكر كرري مع سكر البركان مع سكر صالحة مع سكرات الدعم السريع استلمたamam العديم واحد бизнес الحتلال للدولة العديم عديلة ادم عيسى موغعها جوار كبري المظلات ترحيلات غواته رحلوا المظلات جابوا الدعم السريع غطاء الفاشر باسماء غطاء نيالة غطاء زالنجي غطاء كده الدعم السريع كله استلمت البلد يا جماعة الدعم السريع ده استلم البلد بواسطة منه البرهان ده زاته لانه ماذا يرجيش وديه المشكلة الكبيرة جدا جدا الدعوة جاية يا جماعة الناس يوم ستة البلد ده تترس فوق تحت ولا تتغفل فوق تحت والله والبلد دي ما تتغفل اقصم بالله العظيمة الشعب السودانية يشرط كله وهاجر كله لانه النازل ساعيد لغطل المواطنا وعدد الاحتلال تاني الاحتلال بتاع تغيير بتاع الجغرافيا البلد والمواطن وتغيير السحلة زاته بتعطى المواطن والله سيقِينا البلد دي لا الهلاك بتاعه اقصم بالله العظيم النازل أن الناس للا عندهم الوطن ولي يجبهو الوطن ولا مواطنين التشادي ده بواسطة حميتي حميتي تشادي ويزول فيكون عارفوا ما عنده انتماء للوطن ده أخوانه ذاته ما عنده انتماء للوطن ده حيامارسوا طريقتهم دي حيشتروا النفوس الضعيفة حيشتروا الإدارات اللاهلية الرخيصة دي حيشتروا الغحات الغزيرين دي على أساس انه البلد تتفرتك ما بهمون شغالين مخدرات شغالين ارتزاع شغالين عمالة شغالين دهب شغالين نهب للأراضي شوف الناس الحسي أنا بتكلم عن المعسكر شوف الناس بتموت حسي يا هندي الحروب مدورة أصلا ما احد جيف يعني الناس اللي بترجو يا هندي قال لك أسمع الكلام ده حصيلة مبدئية بعض الأسماء الجرحى والشهداء التي وصلت مستشفى كريني الريفي الريفي بعد الهجومة الذي نفذه الجنجويد بالسوق نزأ لله سبحانه وتعالى انه يتغبل أبراهيم أببكر يحيى مجاهد محمد أرباب أببكر محمد يوسف ضحية عبد الله الجرحى محمد علي حسين النزير ببكر عبد المجيد حسين عبد النبي أبوريسيا أرباب يحيى علي وما زال الجنجويد يطلقون الأعير النارية على المحيطة المدينة ويلهابون المحاصيل الجهزة من المزارع نهي بعديل كده دعم سريع يهو حمي اتزاعته أنا ما قلت لك سائقة البلد دي للنهاية بتاعتها الجماعة الحاجة اللي بتحصل دي لها سنين شغالة والليلة هتحصل وبكرة هتحصل نزأل الله سبحانه وتعالى من ينتغي من الغتل هذي من الناس حمياتي إذا ما نحن اتوحدنا مع بعض وإذا ما نحن فعلا فتشنا الجيش الوطني الموحد أول حاجة ودمرنا الحاجة اللي نسمى المنظومة العسكرية دي وتم الغبض على البرهان وحمياتي اخصم بالله البلد دي ما تقوم لها قائمة إذا ما واو يهربوا لكن إذا ما صدر عقوبات نحوه عقوبات عديل لأنه الحاجة الحسية توريدة طالما الأمم المتحدة تدخلت يبقى في النهاية بتحصر في منه بتحصر في الأمم بتحصر في الأمريكان أنه ما يصدروا له العقوبات لأنه نحن كنا منتظرين أنه زي المعطوها اللي اسمه حمياتي ده تجو عقوبات تضيق عليه قلوش المخدرات عشان يقلل بدل يشتري الرصاص بدل يشتري البومبان للدولة عشان يغمعوا المواطنين ده تضيق عليه كنا متوغعين كده لكن من كلام الأمم المتحدة إذا كان أنطوني جوتيريس ولا فولكر يعني معناته أنه ما في عقوبة عليه وأنه في النهاية أقبلوا بالحياة الموجودة ده وده تدخل سافر في السياسة بتاعت الدولة من غبل أنطوني جوتيريس وتدخل سافر من فولكر وأنا بفتكر أنه الصوار ده لو عندهم طلع حقه يطالبوا بينه البعثة الأممية دي تتخارج من بلدنا وقصم بالله العظيم لأنها هي سبب المشاكل كلها ما هي شافة الكتل وشافة الموت وعارف الكتل منه إذا كانوا الغحاطة والناس القبضون جبنة أنا أفتكر أنه المبعوث ده القاعد دحق ويكون واضح ويكون شفاف بأنه الناس اللي يقتلوا ده العساكر ده هو عارف الكلام ده هس فولكر ده ما عارف الأمريكان ما عارفين اللي يقتل منه إذن في النهاية ما دارين نصفوه إذن في النهاية ما دارين نعدلوه التحية لك يا هل صحيح تم تجد أرصب بعض العساكر ما في كلام زي ده ليه حاسي ما صدر غرار وهو حاسي كلام أنتونيغو تيريزا يعني ما حي جمت حاجة كلام أنتونيغو تيريزا أكبروا الكلام ده بس تهديد عديل ده تهديد فولكر ده هدد في الشعب السوداني بأنه يقبلوا بالحاجة اللي حصلت بالاتفاقية الغزيرة أول الاتفاقية ده مع في الفصلة أربعة وأنا قلتها وأقولها ثاني المهام بتاعت الفترة الانتغالية كلها مزئولية المجلس العسكري المهام بتاعت الفترة الانتغالية كلها مزئولية المجلس العسكري غير الداخلية غير الدفاع غير الأمن غير الماليشيات ده مزئولية المجلس العسكري غير هيئة الاتصالات والطيران المدني بنك السودان مجلس السيادة ذاته سلم عبدالجبار بورطم عزلون وحيكونوا مشرفين على كل شيء يعني حمدوك ده كومبارس الناس اجابوا انجلوا تلديشوا لتلمزرع والله لا يقدموا لا يقرب لأن الدولة سلطة تنفيذية وسلطة تنفيذية موجودة في الداخلية وفي الدفاع وفي الأمن وفي المليشيات وفي النايب العام والغضاء انبارح البرهان قال ليك الغضاء مهمته هو هم التي يختارون القاضي يختارون هؤلاء الذول اللي يمررون من الغصاص الذول اللي يمنع بإينหนوا يتحاكم الذول اللي يوقف الغضايا يجيبوا النايب العام ييضون ذاته يا قرب حمايتي يا قرب البرهان هذا لا يوجد عدالة تتحقق أصلا في السودان لا يوجد عدالة echسن بالله وكتابه الكريم وحيات الجنائج لا يوجد عدالة تتحقق في البلد اخسن بالله العظيب تتحقق كيف؟ يعني انت تجيب لك قاضي تعينه عشان يقول اتهمك تجيب لك وكالنيابة تعينه عشان يتهمك يبقى نحن بلده يعني او هي بلاده مننا ويجي يقول لك عشان ان البرهان كذاب نزعى الى حصوله على حقوقنا من اسيوبيا طبعا هذه حرب الوكالة بتاعت اسيوبيا حرب الوكالة للمصريين ضغط وحقك في حلايب وشلاتين خليته ما قلت شبر ما بتخلي ديك كم شبر ديك ما قلنا من شبر يعني الحلايب وشلاتين وبرماده ديك ما قلنا من شبر ما قلت شبر ما بتخلي هؤلاء الكذاب و هؤلاء منافق و هؤلاء ضغل وحيكون نهايته شين انا بقوله لك نهايته حيكون زي صدام حسين هو والمعتوها الاسم محمد تده يزقطوا كلهم لا شراكة لا مساومة لا تفاوض معهم ثلاثة النازل يزقطوا نضغط كده لمن يزقطوا البلد دي تتقفل يا بلدنا يا بلدنا يا حقنا يا حقون هون يا إما تنتمشي بالطريقة دي تدخل الحركات بعد التزعة طويلة تكون في الشوارع خطف ضرب كتل قلع نهب تضيع إدريع التعليم تضيع الرياضة تتفرتق البلد دي ولا هم يكونوا مسكن هم كده بخاتين عليك كده يا إما تتقبلنا ولا نفرتق لك البلد دي لا زول لا بقبلكن لا بفرتق البلد دي لتنين الشعب السوداني لا بيقبل الغتل ولا بيقبل للبرهان وحمدتي وكباشي والإدارات الأهلية والطرغة الصوفية والأحزاب المتنطعة ولا البلد دي تتفرتق بلد دي عندها سيادة وعندها أبناء الحسين قاعدين دين يغاتلوا فيها لما يرجعوه يترسوها يفصلوها عاصمة الغومية دي يماعهم درمانعة مدينة محررة لازم يحصل الكلام ده المواكب بلا بدون التتريس ما نافعة المواكب مع تتريس ومدرمان تتفصل من بحري بحري تتفصل من الخرطوم ونخلوه نشوفهم بحكم وشنوه والخرطوم دي خاصة شارع المطار تتقفل كلها لا جوة لا برا يا إمتان البلد دي حقتن هن ولا حقتن نحن دين النازل بيبخسوا في الصورة السودانية والنازل قلت لكم بيقول لكم تصفيكم وتصفر بتعمله حاجة محزنة الناس اللي بعينوا فيهم بعينوا لك في الكيزان أي يزول جابوا كوز أي يزول عينوا كوز أي يزول جابوا غزر أي يزول جابوا من النظام السابق برهان متورد ما هو أصلا برهان متورد لكن من هو الراجل اللي بيقول له متورد ما فيزل بيقدر يقول له متوردين ده المتوردين قدامهم حتى الغحات السجنون هم ذاتهم ما قدر يقول له يا أخي البرهان ده والله متورد في فضل الاحتسام هو المزئول هو المجلس العسكري الفضل الاحتسام هو السلطة الأولى كانت في الدولة وهم القوى النظامية وإذا ما هم كتلوا هم مزئولين من إنه يجيبوا لنا الكتل ومنه ولا يقدموا استغالاتهم ويتحاسبوا لأنه إنت حسي لو أنا حسي ما سكتني البيت ده وجيت لقيته انسرق بتقول لي يا خمسة أفتح بلق في الحرامي انت غبي الحرامي دمنه ما أنا بجيبك إتزاتك أول حاجة أنت نامتك البيت ده ومسكتك المفاتيح أول حاجة أجيبك إتجيب لي الحرامي والله يا جماعة كلها كرنك المناطق ده ما هي براه كلهم سينزفون مدال الغتل يا جماعة إذا ما استعصلنا مرضى من العاصمة الغوة السياسية وين الغوة السياسية في العاصمة الغومية نحن لازم نقلع المرضى من هناك النازل لازم نقطعهم برا نفصلهم نفصلهم نخلوهم ما عندهم سلطة هذه القضية ما قصة إنه كرنك بتنزف كالوغي الليري أي منطقة نيرتتي ستنزف ما ما فيه ده ما حاجة طبيعية ده حاجة طبيعية يا جماعة ده حاجة طبيعية لأنه كده لأنه أنت أزول الماشكا كده زول غاتل أزول الماشكا كده زول مختصب أزول الماشكا كده العالم كله يعلم بينه غاتل يا جماعة ده حاجة طبيعية سنة البرهان ده شغال بيكتل في غرب السودان ومعوح يماتي وبعد ده ماشى الجيش الحزم ده وماشى برضه بيكتل في اليمنين حياته غاتل يعني هل تتوقع منه شو؟ الجيش مكان الحدود لكنه انتشر في حلايا وشلاتين يجيبوا حقنا ونعدة الجيش قادر على حمثة هم ما بقدروا هم شغال مع المصريين جاء الحرب بالوكالة هم شغال مع المصريين جاء الحرب بالوكالة حشان كده هم نازل عملاء الدعاء سلاح المؤمنين نظل الله سبحانه وتعالى أنه ينصروا علىه النظر لله أنه يدمروا النظر لله أنه يكشفوا النظر لله أنه يعريوا النظر لله أنه يختص للشعب السوداني من الغتل من المأجورين 6 ديسمبر يا جماعة تحياتي لكم يا جماعة النوضور طويل والنازل ما بينتهوا الليلة ولا بوكلة لأنه دل زي ما تقول اتعودوا على كده هم زاتهم يقولوا ما خايفين من العقاب أمنوا العقاب حيكون الفساد مستمر أنا ما أقول لكم النازل زي ما قال الرشيد بدأوا عباد ما بينستروا أصلا للعساكر بينستروا ولا الغتل أصلا للعساكر ما بينستروا والدولة ما تمشي قدام شفتها شو الدولة ما تمشي لقدام لماذا؟ لأنه سيكون الوضع على ما هو عليه أولا الأموال كلها ستمشي الدعم السريع أي قروش تأتي داخلها أما حيجيبها زخيرة وحيجيبها سلاح والميزانية ستكون متواصلة مثل ميزانة عمر البشير السابغ ما هو عمر البشير كان شغال بنفس الميزانية قروش كلها بوديها الاستلاح يودها الزخيرة يودها بومبان يودها رصاص ما بيتقدموا وحسي هم خايفين حسي لماذا خايفين لأنه عارفين أن الشارع ده لا مع الغحاتة ولا مع عمن ولا مع العساكر ولا مع الإدارات الشارع ده براه دائر الدولة المدنية دائر النظام دائر السيستيم دائر العدالة دائر الغصاص استرداد الأموال من الهوبة محاسبة رموز النظام تسليم عمر البشير هيكلة الجيش السوداني تكوين الجيش الوطني الموحد سياغة الشرطة حل المليشيات الدعم السريع حل الحركات المسلحة تكوين الجيش الوطني تغيير جهاز الأمن هو هيكلته وصياقته من جديد مطالب واضحة عيانا بيانا أي زول تجيبه يقول لك أنه لازم تتهيكل الدولة دي كلها هيكلة الغوة السياسية دي كلها في مفاوضيات المفاوضية السياسية ومفاوضية التخابات أصلا غوة سياسية ما تجي تحكم يحكم الناس التكنقراض ديل الناس المستغلين ولا لجان المقاومة دي عشان يكونوا المنظومات دي ذاته ويخلقوا السيستيم بتاع القوة السياسية وهيكلة القوات المسلحة يجيبوا الدي دي آر يجيبوا البي بي آر يضبطوا الموضوع بتاع الجيش الوطن الموحدة عشان يبقى مشكلتنا دي تاني ما في زول بيجي داخل مجلس السيادة بيبنده جدته ولا زول داخل مجلس وزراء بيبنده جدته لا لده كلام انتهى ولا زول بتاع إدارات أهلية بيخدم الناس بيشيل من الحكومة وبيخدمك عشان انت تجي ترسعه وعشان يجي ينتصر في الانتخابات يا زول إدارة أهلية انت وقضتك واحدة تشوف المشاكل بتاعت الحي تشوف المشاكل بتاعت الزراعة تشوف المشاكل بتاعت المشاريع تحلح المشاكل للناس ما في مشكلة لكن ما تتدخل في السياسة ما تستغل موغعك دي وتتدخل في السياسة يا زول انت خليك في السبحة بتاعتك في مصلاتك وفي جامعة لا يوجد صلبة سياسة الناس لا تتابعوك يستفيدون منك دينيا لكن لا تحاول لا تحاول تستغلهم لا تحاول تضيع حقوق الناس لا تحاول تاكل حق الناس الحركات المسلحة مثل الناس الثانيين عمر الحركات المسلحة معها أصلا مني أركوم الناوي الدكتور جيبريل لم يكن لديهم جيوش لم يصدقوا القلون الاتفاقية مثل هذه قد يأتي لك نايمة باعوا الصورة وباعوا الصورة وباعوا الوطن أصلا مني أركوم الناوي الدكتور جيبريل كانوا مهزومين هزائم شديدة شيء قصدنقوا شيء قصد بعاشيم انضربوا ضرب غرائب الإبل وكانت لديهم قوة وكيجاتهم الشغلان بتاعت حميتي دماغ صدقوا زاته وباعوا الصورة وباعوا دماغ الشهداء وقروا لكننا لا نحق نهتم بونا قضيتنا نحسي يا جماعة يوم 6 الناس كلها حق وتتفق يوم 6 جماعة شيروا يوم 6 البداية بتاعتنا نبدأ بالمتاريس بتاعتنا وبالمواكب بتاعتنا تحياتي لكم يا أخ محمد الفيل ضجت رفست تخرج روح الموت حبست سنسكينك وقابل القبلة لو ما رفزت ما طار الطيرون وارتفع إلا كما طار وغار لقى قداما يا جماعة تحياتنا لكم وشيروا خليصا للناس كلها شكرا انطقوا انطقوا